موسيقى عقدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وقفة ومؤتمرا صحفيا أمام مستشفى كابلان في رخوفوت بمركز البلاد بعد مضي ماءة يوم على إضراب الأسير ماهر الأخرس عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري هذه الوقفة تأتي في اليوم المئة لإضراب ماهر الأخرس عن الطعام هذا الإضراب التاريخي الذي يدخل التاريخ ولكن نحن لا نريد أن ندخل التاريخ بالموت نريد أن ندخله بالحياة لهذا نحن نقاتل إلى جانب ماهر من أجل إطلاق صراحه وإنقاذ حياته بأسرع وقت ممكن ماهر الآن يدخل في غيبوبة ويتعرض لنوبات مختلفة وهو يعاني من ألام حادة هو يتناول الماء وفقط الماء لهذا يعني تنادينا اليوم والساعة الخامسة والنصف أيضا هناك وقفة كبيرة ستكون هنا من قبل طلاب الجامعات ومجموعات من الداخل الفلسطيني إلى جانب ماهر وأكد المتحدثون أن الأسير الأخرس الذي بات مهددا بشكل كبير بتوقف أعضائه الحيوية يناضل من أجل أكثر من ثلاثمائة وخمسين أسيرا فلسطينيا إداريا يقبعون في السجون الإسرائيلية بدون محاكمة وبصورة منافية للقانون الدولي إلى جانب هذا الحراك الميداني لجماهرنا هناك أيضا عملنا الدولي توجهنا إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي الموقف واضح ضد الاعتقالات الإدارية ومن أجل إطلاق صراح ماهر الأخرس نحن نواصل هذه الضغوطات لكي نحقق هدفنا بتحرير وإطلاق صراح ماهر الأخرس وعودته إلى أهله وإلى شعبه هذه الوقفة اليوم تحديدا من ضمن الوقفات المستمرة لمساندة المعتقل الإداري ماهر الأخرس ولكن الوقفة اليوم تأخذ بعدا خاصا لكونه بهذا اليوم يشير أو يتميز بكون ماهر الأخرس مضرب عن الطعام لمدة مائة يوم وهو إضراب أسطوري بالحقيقة وصمود أسطوري أيضا ومهر الأخرس يخوض هذا الإضراب أيضا بإسم 350 معتقل إداري في السجونة الإسرائيلية وأهب المتحدثون بالمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك السريع بهدف إطلاق صراح الأخرس وعودته حرا طليقا وعلى قدميه إلى عائلته وليس شهيدا